اشتركوا في القناة الذي سيشهد لقاء الوحدات البطل مع فريق المنشية يعقبها تتويج الوحدات رسميا بلقب الدوري وستكون المواجهة بالنسبة للوحدات للذكرى فقط بعدما نجح في حسم اللقب بعد فوزه في الجولة الماضية على ذات راس بعكس المنشية الذي ستحدد نتيجة مصيره بالبقاء أو الهبوط ويواجه فريق الفيصل وصيف الدوري نظيره البقعة على ستاد الأمير محمد في مبارات يتطلع فيها الجانبان إلى تحقيق الفوز طبعا ويخوض فريق الجزيرة مواجهة سهلا سهلا نوعا ما مع الشيخ حسين الذي حسم أمر هبوطه رسميا منذ جولتين في لقاء يقام على ملعب البطرة يبدأ المنتخب الوطني لكورتر القادم أول تدريباته مساء الاثنين القادم استعدادا لمواجهة كولومبيا يوم السادس من شهر المقبل في لقاء ودي يجمعهما في الأرجنتين في إطار تحضيرات النشامة للمشاركة في نهايات كأسي أسيا المقررة في أستراليا بداية العام المقبل ويعقد المدير الفني لمنتخب المصري حسام حسن مؤتمرا صحفيا في نفس اليوم يسبق تدريب في مقار الاتحاد ليضع وسائل الإعلام في صورة التحضيرات والتطلعات للمرحلة المقبلة وكان حسام حسن أعلن قائمة أولية تضم 32 لعبا ضمن التشكيل التي ستواجه المنتخب الكولومبي خامس العالم في مباراة تاريخية للكراءة الأردنية يعقد سمو الأمير علي بن حسين نائب رئيس الاتحاد الدولي عن قارة أسيا سوى جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مؤتمرا صحفيا صباح الاثنين القادم ويأتي عقد بلاتر للمؤتمر الصحفي على هامش الزيارة التي سيقوم بها للأردن والتي تتضمن لقاءه بأعضاء إدارة اتحاد الكرة وسبق لبلاتر أن زار الأردن أكثر من مرة وتجمعه علاقات طيبة مع أسرة اتحاد كرة القدم الأردني بقيادة الأمير علي بن الحسين حيث سبق أن أبدأ إعجابه ودهشته في آخر مؤتمر صحفي عقده في عمان في الإنجازات الكبيرة التي تحققها الكرة الأردنية ولسيما بعد بلوغ منتخب النشام الدور الحاسم والمؤهل لإنهايات كأس العالم يعقد اليوم الاجتماع الفني لبطولة غرب آسيا لكرة السلة التي يستطفها اتحاد اللعبة بدءا من يوم غد وتستمر حتى يوم الخميس المقبل بمشاركة ستة منتخبات ويشارك في البطولة إلى جانب المنتخب الوطني منتخبات اليمن والعراق وسوريا وفلسطين وإيران واليمن وسيتم اعتماد جدول مباريات البطولة المؤهلة إلى نهيات كأس آسيا التي تقام في الصين العام المقبل وحسب تعليمات البطولة تلعب الفرق المشاركة في مجموعة واحدة ويتأهل للنهائيات الفريق الحاصل على أعلى رصيد من النقاط باستثناء المنتخب الإيراني الذي ضمن التأهل أصلا ما دعاه إلى المشاركة في منتخب تحت 17 عاما وتتنافس المنتخبات الخمسة الباقية على بطاقة التأهل الثانية وتمكن فريق الأهل من مواصلة صدرته للمربع الذهبي لكرة اليد إثر فوزه على فريق عمان بنتيجة 29 لـ 24 هدفا في اللقاء الذي جرى بينهما في قاعة قصر رياضة في مدينة الحسين للشباب وفي مباراة ثانية تغلب الصلط بصعوبة على العربي بنتيجة 27 لـ 26 في المباراة التي أقيمت بينهما في قاعة مدينة الحسن في إيربيد ورفع الأهل يصيده في المقدمة برصيد 8 نقاط بفارق نقطتين عن الصلط صاحب المركز الثاني ثم عمان والعربي برصيد نقطة لكل منهما هذا واعترض الأهل على القرارات التي أصدرها اتحاد اللعبة بعد أحداث لقاء فريقه مع الصلط في ختام ذهاب المربع الذهبي تختتم اليوم على ميدان نادي جواد العربي لمسابقات البطولة الثالثة تحت اسم لانو مارتن لأعلاف الخيول من بلجيكا لفروسية القفز عن الحواجز والتي تقام بمناسبة عيد الاستقلال يوم الجيش وكانت البطولة افتتحت أمس وتواصلت منافساتها حتى ساعة متأخرة وفي النتائج الفنية وفي فئة متر وعشرين سنتيمتر فاز حمز الخوام على الجواد زيدولين بدون أخطاء وفي فئة متر وخمسة عشر سنتيمترات فاز وليد الراشد على الجواد لوبين وفي فئة تسعين سنتيمتر لمتر وخمسة سنتيمترات فازت سارة العرموطي على الجواد أنجل بدون أخطاء وفي فئة ستين إلى ثمانين سنتيمتر فاز عيسى العيسى على الجواد دومينيكا بدون أخطاء وقيمت على ملاعب النادي الارثوذكس بطولة قارشاي للتنس الأرضي بمشاركة أربعين لاعبا ولاعبا مشاركة واعتبرت واسعة وكان الهدف منها إعادة الروح للعبة وفاز الثنائح جير والتميمي بلقب البطولة إثر تغلبه في المباراة النهائية على الثنائي عمر الفراهيد وأسامة الصالح بنتيجة تسعة ثلاثة في حين حصل اللاعب ليث بستامي على كأس اللاعب المميز وعاقب البطولة أغرب المشاركون عن تقديرهم لللجنة المنظمة للبطولة والتي منحتهم الفرصة للمشاركة في بطولة مفتوحة للتنس لفئة فوق عشرين سنة بدون مقابل وهو ما يشجع الإقبال على ممارسة اللعبة في أكثر ليالي كرة القدم سخونة وصخبا تنقسم العاصمة الإسبانية مدريد لتحدد من من ابنيها تحب أكثر والذي ستمنحه لقب دور أبطال أوروبا لكرة القدم والذي ستقام مباراته النهائية الليلة ويجمع أتلاتيكو مدريد وريال مدريد وهناك أجواء كبيرة من الأخوة الأعداء حيث يهدف أتلاتيكو مدريد لمنع ريال مدريد من حسم اللقب وفوزه باللقب العاشر في تاريخه فاز السلوفيني حاتسر بلقب الرجال ونالت سويدية أليكسزاندرا لقب السيدات في المنافسات الإقصائية لسبق اختراق ضحية في الجولة الثالثة من بطولة العالم للدرجات الجبلية في جمهورية التشيك وواجه المتنافسون في الصباق المعروف بصعوبته المزيد من العوائق بهطول الأمطار إيغنين فازت في الجولة الثانية في إقصائية السيدات حيث حصدت ستين نقطات متقدمة على السويسلية كاترين استيرنمن في صباق الرجال تصدر السلوفيني ميها هاتسر المنافسات وكان المركز الثاني من نصيب النمساوي دانييل فيديير سيبيل الذي تقدم على الأسترالي بول فان بلويغ صاحب المركز الثالث ترجمة نانسي قنقر